تابع المباراة ووافعنا بتقرير التالي بملعب الحسن الثاني بيفاس كان على فريق اتحاد الرياضي لتونات استقبال حمل لقب الكأس الفضية الدفاع الحسن الجديدي الفريق التونات بدون مركب نقص افتتح أولى الحملات قبل أن يتحصل لانجوالا معا على ضرب الجزاء حولها بكر الهلال إلى هدف للسبق في الدقيقة الثانية عشرة رد الفعل اقتصر على كرات ثابتة كانت بعيدة عن إدراك المراد في حين تنوعت محاولات الجديديين لنيل هدف ثان لكن باديهة الحارس بدر السولي كانت حاضرة تقدم الدفاع استمر إلى غاية الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليدخل بعدها الفريقان الشوط الثاني أكثر بحثا عن هدف الأفضلية مع تسجيل يقضى نسبي لخط هجوم اتحاد تونات الدقيقة التاسعة والخمسون ومن كرة ثابتة الفريق المضيف يعدل النتيجة ورأسية مصطفى فليسات بالخطأ تمنح هدف التعادل للخصم أعطينا اللاعبين تنبيهات على أساس أننا نقوم بمقدمة مقابلة جيدة لأننا على حسب الإمكانيات ديالنا فتلقت اليوم تجربة مع الطموح لأن كان الطموح ديال اللاعبين أننا يقدموا مقابلة كبيرة وقدموها على أساس أننا نحقوا نتيجة فضعت فرص تقريباً دربة جزاء اللي جات غيرت شوية ديال النفسانية ديال اللاعبين في الشوط الثاني قمنا باللاعبين على الأساس أننا نرجعوا في النتيجة دخلنا بواحد العزيم وواحد العيارات كي موما جاييني جاييني ديال ثلاثة نقاط نحن كنا جاييني عازمين برجموار ديالنا برجد ثلاثة نقاط والحمد لله تباقتنا بالعادة في الشوط الأول اللي جاء عن طريق ضربة جزاء والحمد لله تاركنا الموقف باقي الأطوار سجلت حملات متبادلة مع مطالبة لاعب الدفاع بضربة جزاء كان للحكم بوليفة حولها رأي مغير فريق اقتحاد تونات أرغم الدفاع الحسني الجديد على التعادل في أول جولة من دور ثمون نهائي الكأس على أن تكون جولة الإياب حاسمة بين الفريقين